الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الأعزاء لنا درس بعنوان حماية الطفولة فالأطفال هم زهرة الحياة الدنيا وهم بهجة النفوس وقرة الأعين وقد قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فقد جعل الله سبحانه وتعالى من زهرة الحياة الدنيا البنون الأطفال فيجب علينا أن نحميهم وأن نربيهم تربية حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن فأفضل الأعطيات للأولاد وهو الأدب الحسن والأخلاق الحسنة وهذه الأخلاق الحسنة لا تأتي من فارغ لا بد أن نراقبهم في الصغار وأن نراقبهم في حياتهم اليومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهؤلاء الأولاد يخرجون من بطون أمهاتهم على فطرة الإسلام فعلى الآباء وعلى المجتمع أن يحمي هؤلاء الأولاد من الانحراف من الانحراف الديني ومن الانحراف الأخلاقي ومن الانحراف الترباوي ففي الصغار يجب أن نفهم أولادنا الثوابت الدينية والوطنية حتى ينشأ في بيئة مسلمة في تربية حسنة تدعو إلى الوسطية والاعتدال كذلك من الناحية التربية يجب على الآباء وكذلك على المجتمع أن يحمي الأطفال من تربية السوء ومن قرناء السوء إذا كان الشرع الكريم قد راع حقوق الأولاد في الرضاع وفي حال صغرهم إلى أن يرشدوا قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يردين أولادهن حولين كاملين وقال في آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نست منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذرا أن يكبروا فعندما نستحضر النصوص الشرعية نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر عدة آيات في حماية الأطفال فالذي يجب علينا هو أن نمتتل أوامر الله سبحانه وتعالى في التوجيه الرباني لهؤلاء الأطفال فيجب علينا أن نحفظهم من العنف ومن الاستغلال إلى غير ذلك كذلك من الأشياء التي تدل على التربية ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلمان ففي يوم من الأيام كان أحد الغلمان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك ومما يليك في هذا الحديث أخلاق عالية وتربوية حيث أولا بدأ له بتسمية الله سبحانه وتعالى ثم ذكر له بما لا يأكل المؤمن بيمينه ثم مما يليه إذن فالنصوص الشرعية في تربية الأبناء وفي حماية الأطفال كثيرة جدا ذكرنا بعضها لعلنا نستفيد منها إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله